اشتركوا في القناة الفين واربوامية متر في الهرم في شرق رمزي قدام السنترال بتاع الهرم طيب جم من شهر مايو شوية بلطاجية اه كسروا الباب دخلوا جوه وحطوا ادهم على الهرم رحت اشوف حقدر اعمل حاجة ايه الحكاية عانوا هيضربوني انا والسواق بتاعي حتى بعد يومشيت رحت الاسم عملت بمحضر ربنا اكرمني وتلاقي لي قرار من المحامي العام باسترداد الحياة بتاعتي رحت يوم واحدة وتلاتين تمانية ومعايا قوات امن وسلموني الارض بتاعتي كويس وحمدت ربنا وشفرت الحمد لله اول ما قوات الامن مشت لخمس دقايق صلع علينا انا وابني وجزوكتي وابنوختي حوالي اربعين بلطاجة وضرب نار والسيوف لدرجة ان حاولينا سبع عمرات كان ان دون كلها بتصوت شارع حصل ضرب نار القبيل ناس ضربونة بسيوف ووزوكتي في مهتشفة دلوقتي رأسه مفتوحة بين الحياة والموت يا سيدة يا رب ده الكلام ده امت بقى الكلام امت اسمع يوم واحد وثلاثين تلانية يعني احنا نبدع نسترع الارض ونقالي تمانين متر مية متر طيب وبعدين دلوقتي ايه اللي حصل بقى في يوم واحد تلاتين تمانية ده؟ الدخلوا علينا البلزاجية دول تاني اللي احنا كانوا سرعوا مني الارض خدوا الارض التاني؟ اه في الانفرار يستلم الارض البقيد يسلمني الارض وبقى خدوها تاني بس الفقل دلوقتي انه جوه زختي في المستشفى بين الحية والموت طيب اه اللي بطير بتاني ضربوه بالسكاكين والسيوه في اربع خمس في اربع خمس حيثت ايه بلوقتي ضربوه بشو انكسروه؟ وانا روحت تاني عملت محضر تاني هم وانا بتقريب ان احنا تخاف كده ازاي؟ يعني انا استريف بالموظوات الداخلية استريف بالنائب العامة وزير العدل من قلوق البلطاجية دول عند حدهم طب انت لما رجعت طب يا سيد محمد لما رجعت الاسم لما رجعت الاسم تاني تبلغهم ان حاطرة الاعتداء عليك تاني ادوك قوة تاني ولا ما تدوكش بقى؟ لا قالوا لي لازم الورق يروح النيابة الورق راح النيابة قاملنا المحاضر وهم استمدون بقى تراح ايه من المحامة العامة انا بسألهم انت مش معاك ما يثبت ان انت لازم تاخد ارضك تاني؟ اه هم ادواني خاص وانا بعد ادواني ايه اللي ودات النيابة تاني بقى ليه النيابة تاني؟ علشان هم خدوها من بعد ما انا استلمتها بتم ازاي يا فنزم ملا احنا هنلعب بقى حاولين يا فيه ايه؟ انا مفت انا ما عرفش ازاي نفت كم ممكن اتقتل انا ودنيه يعني عندنا انا جوزه في حال توقت في منتهى الخطوط في العيبوبة تامة في ضائف مستشفى ضريف فات لا يا ربنا يشفيه لك ان شاء الله ويشفيه لاختة حضرتك وان شاء الله يوم بالسلامة ولأولاده انا مش عارف اولك يا سيد محمد والله بس مشكلتك هي بتتزعب الهواء مباشرة للسادة المسؤولين في الهرم في الجيزة انا تابع اسم الطلبية اسم الطلبية ايه طيب يا سيد محمد يعني شكوتك اعتقد انها سمعت يعني من الناس اللي بيشوفونا يعني نرجو انه يعني راجل معاه ورق سراسمي انه ياخد ارضه وراح خد ارضه ومجم تردو تاني هنطلع ورق من اوله جديد سيد ممدوح ونكلم وندخل بقى دكتور معتد سيد ممدوح مساء الخير يا سيد محمود مساء الفل مساء الخير عليك انا الممدوح الموج اللي كلمتك قبل كده مخصوص محمد ملف وابراهيم منصور المقبود عليهم افضع شوية لا اقول تاني يا ممدوح انا مش ياخد بالي كلمتك من فترة في قبل شهر رمضان بخصوص محمد محبود ملف وابراهيم منصور اللي هم كان مقبود عليهم في المنصور يا مقايزي اخبارهم ايه هم اتحكم عيوم سنتين والسيد محمود دول اخوان اللي هي بتهم اخوان لا اللي هي تهمتهم ان يتلف سألهم ان هم اخوان هم اخوان ولا مش اخوان ولا ايه هم مش اخوان انا اقول لك ان هم خارجين من كرس وتطبض عليهم عشوية يوم 18-2013 بقى له مكتر من سنة وشوية قدوا سنة وشوية في السجن اه ممدوح يعني هذا امر يخص القضاء لا دخل لنا بيه على الاطلاق انا بشكرك استاذ ممدوح انا اسف مقدرش يعمل لك حاجة لانه هذا القضاء اصدر قراره وحكمه واحنا مقدرش نتكلم في هذا هذا الامر يحتاج الى محامي في الاستئناف في المش عارف ايه في النقضة في الحاجات دي نحن لا تعليق لنا على الاطلاق على ما يصدروا القضاء من احكام انما انت امامك محامي وتروح اه اذا كانوا ابرياء اعتقد ان القضاء يعني مش هيسيبهم تسجنوا بس المحامي بقى وتشوف الاستئناف تشوف تعمل ايه يعني مقدرش احنا نعمل لك حاجة دكتور معتزب الله عبدالفتاح بعض الفاصل الدكتور معتزب الله عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية يقيم الوضع السياسي الراهن هل يوافق على تأجيل الانتخابات البرلمانية ولماذا طرح اسم المستشار عدل منصور رئيسا للبرلمان كيف يرى علاقات مصر الخارجية وهل يمكن الاستغناء بروسيا عن العلاقات الامريكية هل يوافق على دعوات المصالحة الاخوانية وكيف يرى تصاعد الاعمال الارهابية في سيناء واخيرا هل نسير في الاتجاه الصحيح اشتركوا في القناة